انتخابات جماعة الإخوان الإرهابية الخوان والجواسيس في مجلس شورى أحمد فاهمي في يناير 2012 أوريكوا يناير 2012 عشان تعرف الإخوان المجرمين اللي عملين يتكلموا على اللجان طيب يا إخوة وريني أنت كنت كمواحد نزل في 2012 يا بتاع جماعة الإخوان يعني وريني بقى الطوابير بتاعة الإخوان في 2012 ورهاني أهو قدامك أهو انتخابات مرسي جواسيس بتوعى مرسي في 2012 على الشمال وريني الطوابير اللي كانت عندكم وريني كام واحد أصلا شارك اللجنة فيها كام اللجنة بتاعتكم كان فيها كام في 2012 أنا الانتخابات الوحيدة اللي منزلتهاش الوحيدة بتاعة مرسي مجلس شورى بتاع مرسي ده منزلتهاش الانتخابات الوحيدة المرتهاش بص بص كشف كل فاضي واحد بس كشف فاضي اهو بتوع محمد مرسي اهدي اهو بتاع حزب العدالة ولا اسمه ايه اباب ده الحرية والعدالة اهدي واحد اهو ويجي بعدين واحد بعد خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة حليني وريني الناس عادين عارف اللي هو ايه عادين كده بيهووا في اللجنة وريني يا سيد اهدي واحد في اللجنة اهو ودول طبعا مندوبة واحد تاني هناك اهو انا بكلمك على انتخابات محمد مرسي بتاعة جماعة الاخوان مجلس شورى بتاعهم في 2012 اللي جاب احمد فاهم رئيس ليهم ومحمد مرسي عين تسعين واحد تسعين في 2012 عين تسعين تعيين اللي هو تلت اعضاء المجلس وقتها حزب محمد مرسي خد قيمة وفردي اكتر من خمسة وخمسين في المية وحزب النور خد حاجة وعشرين تقريبا حاجة وثلاثين حاجة كده يعني بصوا حضراتكم وريك الصورة اللي في الشمال بس عشان الاخوان اللي ما ييجي تكلمك قل له لا دا انت كنت بقى عامل انتخابات عشرات الماليين نزلولك في المجلس شورى بتاعك فوريك بس عشان تبقى عارف دايما انتخابات الشورى بتبقى ضعيفة بس النهاردة الحمد لله اهو قدامك اهو دي لجنة اللي جان محمد مرسي ايام محمد مرسي وايام الاخوان وهم بيحكموا اهو قدامك في يناير 2012 29 و 30 يناير 2012 كانت انتخابات مجلس شورى احمد فاهمي بوريك بس عشان تشوف عشان محدش يضحك عليك عشان الاخوان مضحكوش عليك بصوا شباب محمين ومصر وريني بص يا سيدي اهو دي لجنة من اللي جان شفت الطوابير اه دي بص بص الصندوق فيه خمس اصوات خمس اصوات في الصندوق ارجعلي يوسف لو عرفت ترجعلي اللقطة بتاع الصندوق دي قبل ما تورينا لو شونش بتاعتهم التانية دي الناس الهربانة دي وريني للصندوق بس خمس اصوات خمسة اهو اهو وريني واحد اتنين خمس مش كده عد يا سيدي ما توريني ادي كم صوت دول واحد اتنين تلاتة اربعة خمس يا سيدي انا هزود صوت من عندي يا سيدي هزود لك صوتين من عندي مش موجود في الصندوق بس انا هدهم لك ادي الصندوق ده صندوق مجلس شورى محمد مرسي في 2012 عشان حتى لا يضحك عليك الاخوان وقنواتهم الارهابية اللي موجودة في قطر وتركيا ومعهم الاخرين اللي موجودين في لندن ادي انتخاباتهم وادي اعداد التصويت ده عملوها على فكرة على ثلاث مراحل عشان الناس تروح ثلاث مراحل قسموا البلد وقتها ثلاث مراحل عشان الناس تروح يزبطوا الدنيا ويزبطوا ما عارفونش يزبطوا يزبطوا ايه انت عارف كام واحد راحوا في انتخابات دي بتاعت محمد مرسي العياط بتاعت مجلس شورى الاخوان اللي جاب الاخوان والسلافيين في 2012 انت عارف نسب التصويت كانت كام سبعة واثنين من عشرة في المية سبعة واثنين وعش واثنين من عشرة في المية كانت تصويتهم زي ما بقول لحضرك المشاركة سبعة واثنين وعشرة في المية للمقاعد الفردية عشان لازم ما ببقى دقيق طب القايمة كان سبعة وستة من عشرة في المية لازم ما ببقى واضح وقولك الارقام اعلنت انت موجودة تدخل تسأل تشوف كده كام واحد شارك في انتخابات مجلس شورى جماعة الاخوان الارهابية في يناير 2012 اللي انتخبوا سبعة واثنين من عشرة اللي انتخبوا المقاعد الفردية واللي انتخبوا القائمة سبعة وستة من عشرة وقتها كان عدد الناخبين قد 25 مليون اللي هم حقوا الانتخاب راح منهم كام مليون سبعمية اربعة وتسعين الف كام رحنا كام كام حضرتك رحنا بقولك اهو ما تشوف اعلان اللجنة اللي عالي انتخبات في 2012 الرقم اللي راح كام واحد ما هو انا بقلللك هو اللي هي ادنى مشاركة في تاريخ مصر تاني بقولك اقل مشاركة في تاريخ مصر في انتخابات كانت في مجل الشورى احمد فهمي يناير 2012 ما تكملوش اثنين مليون مليون سبعمية اربعة وتسعين الف راحوا منهم بالمناسبة خمسين الف صوت باطل خمسين الف صوت باطل خلي بالك ايه دي ارقام موجودة شوفها طيب فاذا لما تيجي تتكلمني وتقولي ويطلع هو يتكلم ويقولك يا السلام ولمحدش محدش ايه يوسف الديني الصورة العشمال بالشاشة كلها لو سمحت ايه دي مجلس شورى محمد مرسي في يناير 2012 اوريك اللي جان بتاعتهم كان شكلها ايه اللي جاي ده احنا انه عندنا ده احنا بالمناسبة للإقبال ده قدوا مرتين اه مرتين مرتين ونص مثلا يعني يعني بكده يعني مثلا اه ورين اهو انا بوريك بس مجلس شورى احمد فاهمي وقت حكم جماعة الاخوان الارهابية طوابيرهم كانت وصلة مكسرة الدنيا يعني كان عندهم ناس مش لقيا مش عارفة توقف من الزحمة يعني كانوا مثلا بيتسابقوا على التصويت كان الشعب يعني معاهم ده وقت على فكرة الوقت ده كان ايه اللي هو بعد 25 يناير والميادين والناس موجودة في كل حتة ويلا نتخلص ويلا ننزل الانتخب وفي الاخر عمله ايه ما رحوش الانتخابات ما هو قدامك بوريك اللجان بتاعد 2012 ده يعني المفروض في الوقت ده 25 مليون ينزلوا كلهم يشتركوا ينزل منهم عشرة مليون حتى يعني ينزل عشرة مليون مش ينزل منهم مليون ونص او مليون سبعمائة الف اذا كان وقتها يا السلام ده احنا عملنا عمايل فيالله بينا وكلنا راحين انتخب عشان تبقى على اقل في التاريخ انه الناس نزل في 25 نزل بقى تعمل تعمل نعمل يعني الدنيا ايه يعني فالحمد الله احنا حاجة تانية وانا بقول لحضراتكم حاجة تانية تماما تماما نشوف نهارده الشباب والتحية لكل واحد النهارده موجود واللي لسه بينزل لحد دلوقتي وريني يا فندم واحنا بنشوف كمان قادي اللي جانه واحنا بنتابع بنركز مع بعض مشاركة شباب مصر اللي انا النهارده بتكلم به الهزين مشاركة ويعني كل التحية لكل واحد شارك وطبعا وزي ما قلت كده القاهرة مشاركة هي اللي هتكون الاكبر طبعا انا بحسب من خلال رؤيتي اللي انا بعرضها قدام حضراتكم اللي انا شايفه قدام فقدر اتكلم على القاهرة تكون رقم واحد بهذه المشاركة الكبيرة ليه بقول كده عشان الاقبال اللي موجود في مختلف بالمناسبة اللي جان في عالم السوء محافظة القاهرة يعني تروح النصر الجديدة زي ما حاك شايفت تلاقي تروح الشروق تلاقي تروح الويل تلاقي تروح الاميرية تلاقي تروح مانية نصر تلاقي تروح فين كل ما في حتة في المعاد كله كله بتلاقي مشاركة وزي ما بقول لحاجة الشباب هم الرقم المهم للغاية رقم المهم اللي بيدي رسالة قوية وجود الشباب في في النهاردة تحديدا انهو رقم واحد النهاردة في التصويت والإقبال والمشاركة اليوم هي رسالة في غاية القوة لأن الشباب النهاردة حسب بلده حب بلده مع بلده أنا بتكلم عن الشباب اللي بيحب مصر شباب المحترم شباب اللي يوقف مع بلده شباب النهاردة اللي بيدي رسالة للدنيا كلها شباب مصر النهاردة هم رقم واحد شباب مصر النهاردة هم بيتصدروا الصفوف أمام اللجان شباب مصر النهاردة اللي وقفين طوابير قدام اللي جانا عشان أن تخب مرشحين مجلس الشيوخ في أول اسم مجلس الشيوخ عندنا مزنوات بعد ما غيرنا الاسم مجلس شورى بقى مجلس الشيوخ لما نشوف هذه المشاهد يبقى أنت النهاردة تتأكد من حجم هذا الشباب وتشوف للشباب كمان مشاركة لأنه دي خلي بالك رسالة مهمة أوي